وطن يمكن لاقتصاده أن يقف على قدم النفط ويتنفس من رئة الصادرات لكن الحال يمضي على النقيض من ذلك منذ سنوات فإضافة للنكبة الكبرى المتمثلة بالميليشيات جرى ويجري إدارة ملف الاقتصاد بطريقة تضيف إلى العبئ أعباء وتثقل كاهل المواطن وتخنق الوطن المثخن بالجراح والدماء واقع دفع اقتصاديين لرفع الصوت مرارا مطالبين بإنقاذ الوطن بما في باطنه والانتصار في معركته من خلال استثمار موارده لكن الصوت في كل مرة يذهب بعيدا فلا يرتد منه غير الصدا الصدا الذي يضيع وسط ضجيج المعاناة وأنين المواطنين الذين تكاثرت عليهم سهام الحرب والجوع والأمراض وسوء الإدارة حتى لم يبقى في المواطن موضع إلا وسهم فيه يحكي قصة مأساة هي وفقا للأمم المتحدة في طليعة المآسي الإنسانية حول العالم مأساة تسببت بها ميليشيا إيران وضعفتها طريقة إدارة المواجهة معها والوقوع لأكثر من مرة في فخ خدائها وبدلا من حسم ينقذ المواطن ويستنقذ موارد الوطن جرى ويجري منح الميليشيا فرصة لاستعراض السلاح الإيراني في استهداف الموانئ النفطية والموارد السيادية وكل ذلك ضمن حرب إيرانية اقتصادية لم تكن طهران لتتمكن من تحقيق أهدافها فيها لو وجدت في مواجهتها حسما يشل قدرات الميليشيا ويحرك اقتصاد الوطني باتجاه مستقبل تتحدث فيه الصادرات بلغة الأرقام الضامنة لنجاة المواطن ورخاء الوطن